بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم مني السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى إلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال شعبان مبارك على أنحاء أنحاء العالم والناس اللي سيبغيوا هذه القناة داخليا وخارجيا الناس اللي في ليبيا الناس اللي في تونس الناس اللي في جزائر الناس اللي في العراق الناس مهما حصيت ما غاديش نحصى أحبابي لي في أنحاء العالم وسنقول لهم شكرا على الدعم ديالكم وسنقول لكم شكرا على التقدير وسنقول لكم شكرا مهما شكرتكم ما غاديش نوفي الشكر ديالي الحمد لله لي أحباب في أنحاء العالم لي أحباب كثير في أنحاء العالم منهم من جميع الجنسيات وله الحمد وله الشكر إذن الوصفة ديالي دياليوم هي عبارة على وصفة سرغينة الناس اللي عندهم المس وعندهم التوابع اللي تمردوا في شهر شعبان كين الناس اللي تمردوا في شعبان بحالي أنا تمرد في شعبان في اللول ديالشعبان تمرد لأن الناس اللي عندهم مس تمردوا في شعبان تتكون ضيقة بهم الحال تكونوا مقادرين يقلسوا حتى شي مكان ديما مخنوقين ديما عندهم ألم في ألم في الجسد ديالهم تكونوا عندهم قلق لا مع أزواج ديالهم ولا مع الأبناء ديالهم ولا مع نفسهم إذن الوصفة ديال اليوم هي ديال الناس اللي تمرضوا في شعبان وعندهم القرينة عندهم التابع عندهم الحسد عندهم العين عندهم السحر السحر المرشوش أو السحر السفلي أو العلوي أو السحر اللي تيرشوه على الأبواب أو السحر المشموم اللي تتلقوه الكهنة تتلقوه على أساس أنهم يصخروا الإنس والجن ولكن القرآن تحرق كل مارد تحرق كل إنسان متمرد القرآن لهم بالمرصاد إذن القرآن لهم بالمرصاد فسيكفيكهم الله والساميع عليهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين قتال وكان الله قويا عزيزة هذه الآية ركزوا عليها بزاف وخذوها كورد لأي واحد تيدر لكم أي حاجة تترجع ليه بقوة هو ترجع عليه الشر دياله والحسد دياله والبغد دياله والسحر دياله كله ترجع عليه ولكن اليوم إحنا عدنا موضوع هو مرض الإنسان في شهر شعبان هل هي تابعة هل هي سحر هل هي عين أو حسد الحسد الشديد هو من نفس شريرة نفس تتعطي طاقة الشر عندها شيطان الحسد قوي يؤثر على الإنسان يأكل الحسنات لصاحب الحسد الحسد ديما تبقى بلا حسنات هو الفقير أما الإنسان المحسود تيتأثر شوية ولكن الله سبحانه وتعالى تخفى في لقر القرآن والصفر وعام بماءة الرقية ما تتبقى عنده احتحاجة أما التابعة اللعينة هي منوع من الجن يتكون تهوى من العين والحسد وتابعة من السحر أي حاجة بقاتلك تتبقى لك تابعة وتتكون لك تتكون لك نوع من الجن أنت تتولي تابعك في كل شيء الأمور ديالك كأنك متابعة بشخص معين تقدر تأثر عليك في صحتك في أولادك في مالك في أي حاجة تكون عندك تابعة تابعة من الجن ولكن شكوني يصرفها لك صرفها لك بغي يدروه في صحته بغي يدروه في ماله بغي يدروه يشوفه عنده مشاكل أنه تيرش تيرش السحر بخفاء ولكن تنسى بأن الله سبحانه وتعالى هو الرقيب الرقيب المنتقم المنتقم اللي تنتقم من صغير ومن كبير ولكن صفي تشرم اليوم الوصفة ديالي هي ديال سرغينة كيفاش غاديندير لها الناس اللي عندهم أعراض ديال المرض الناس اللي عندهم مشاكل الناس اللي عندهم توابع إذن الوصفات ديال القرآن الكريم أو الصيغة الربانية أو الوصفات اللي سنحط كلهم قرآن كريم وكلهم عبارة على الصيغ أما الصيغة إلا سبب أما القرآن الكريم هو الشافي هو العافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادر السقامة الله هو القوي هو المتين هو الرحيم هو الجوال ديما نقولها لكم القرآن هو الشافي أما الوصفة تتبقى غير وصفة هي صيغة من الصيغ والعشوب يطردون شياطين الهواء فقط لدخلوا على طريق السحر أو دخلوا على طريق الحسد أو دخلوا على طريق الجن إذاً، قد نخدوه سرغينة قد نخدوه عشرة دراهم الناس اللي لم يعرفوش سرغينة هي تسرغينت هي تسرغينت أو بخور السودان بخور السودان دخلوا لجوجل وغادي تلقوه إن شاء الله هذه عشرة دراهم سرغينة قد نخدها وغادي إن شاء الله نقرع لها 3 ليالي 3 ليالي أنا مبخرة بهانيت إذن سنقرع لها صورة الصافات ثلاث ليالي صورة الصافات وصورة الجن وصورة القاف ثلاث صور في الآخير سنختم بصورة الشرح سبع مرات وصورة الكوتر سبع مرات ونصلي على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام خلوا لي تعليق بالصلاة على الحبيب اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد صليوا عليه لأنها صلاة على الرسول هي مفتاح الفرج كنا تنبغوا الفرج ولكن الفرج تيجي بالدعاء الدعاء عبادة هو نوع من العبادة إذن ديما ندعي بالخير لأمة محمد والناس للمسلمين والمسلمات عادي ندعي الراس إذن غالي ناخد عشر دراهم بحال هاديرة عشر دراهم وغادي نجيبها وغادي نخليها في الغرفة ديالي نكون على وضوء نكون على صلاة نكون متقبلة إلى القبلة وغادي إن شاء الله نصلي ركعتين لله أستغفر وأوصلي على سيد الخلق قراء هاد الصور لديكم نركز على صورة الصافات وصورة الجن وصورة القاف صورة الكوتر وصورة الشرح جيدين بغادي اشدروا إضافيات أخرى ضيفوها بحل آية الشفاء أو آية السحر ضيفوها بحل ضيفو أنتم غير الآية اللي تنحط ديما أعود بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلحوا عمل المفسدين المفسدين نقرأها سبعة المرات وغادي نبقى ندير بحلقا عندي هاد الفحم اللي هاد الفحم اللي ساهل بزيان تنشرها نديمة ننخدو قطع عشر دراهم في عشر قطع بحل هذا بحل هذا جيدين بزيانين وغادي إن شاء الله بحلقا أنا ديرهم دير مبخارة مبخارة بحلقا وغادي إن شاء الله نبقى ننشعله على أسس أنني على أسس أنني بغيت نبخر إن شاء الله أول حاجة غادي تقرأو تلات ليالي تلات ليالي غادي تقرأو عليها الصور اللي عطيتكم وتبقأو تبخروا طيلت نهار اللو Bugle قريتهم وبخروا نهار التخيل اللي قريت وبخروا نهار الثلات اللي قريت وبخروا والمهم تبقاء وبخروا حتى تخرج شعبان المهم القراءة ثلات أيام ثلات أيام وغادي تحبسوا تقرأوا وتنفسوا تقرأوا وتنفسوا حلقة على أساس أنكم رقيتوا هاد سرغينا الناس اللي سيمرضوا بزاف خاصهم يديروا سرغينا بالصور اللي يعطيتهم غادي ياخدوا كأس الماء غادي يبقاوا كل ليلة طيلة شعبان يقرأوا عليه الفاتحة سبع مرات ويشربوا كل ليلة وغادي يحسوا إن شاء الله بالفرق إن شاء الله إذن حبابي إلا عجبتكم استغرار خليوا لي لايك دعموا القناة تبعوا الجرس تابنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته